النهاردة مجلس الوزراء وعلى صفحته عمل انفو جراف بيتكلم على الاقتصاد المصري بيحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية امبارح واول امبارح اعرضت على حضراتكم مجموعة من الرسومات البيانية والارقام خلاصتها يعني ان احنا معدل النمو بتاعنا 6% ومعدل النمو بتاعنا سابت مصر في مرتبة اولى 2019 و2020 وان شاء الله بيتوقع الخبراء ان مصر تصبح رقم 6 على مستوى العالم بعد يعني سنوات قليلة يعني 2030 مصري باقتصادها رقم 6 في العالم احنا النهاردة عندنا 6% معدل نمو لكن الجديد النهاردة كمان مش كده وبس انه عندنا معدل نمو ولو فيه توترات وفيه مشاكل اقتصادية الاقتصاد دوت يستطيع ان هو يعيش وسط اجواء صعبة الاقتصاد المصري يعيش وسط اجواء متوترة خلاص الاقتصاد المصري زي ما يقولوا من كتر الشقة بيتحمل الاقتصاد المصري مش اقتصاد طري مش اقتصاد غض لا اقتصاد قوي يستطيع ان هو يجابه ويواجه في اصعب واحلك الظروف الانفو بتاع مجلس جراء بيقول انه اه قدامنا اهو الاقتصاد المصري يحافظ على استقراره رغم التوترات الدولية بيقول هذا التقرير انه عندي نمو الاقتصاد المصري طالع اهو اول اول رسمة عندي العجز في مصر بينزل اقول نسبة الدين الى الناتج المحل الاجمالي بتنزل طبعا خلوا بالكم نمو الاقتصاد المصري كان من 2011 كان اربعة وشوية وصل لاثنين وشوية في 2013 النهاردة واصل لستة في المائة اقتصادنا واصل نمو كانت على مبارح واول مبارح ستة في المائة العجز المالي في مصر الحمد لله يعني عندي فائد عندي فائد اولي في الموازنة لو مجنبت ديون اللي بيخشيلي واللي بيطلع عندي فائد 2% اسمه فائد اولي لو انا جنبت الديون التاريخيه اللي عندي نسبة الدين الى الناتج المحل الاجمالي نسبة الدين كان عندي 108% 107% النهاردة وصلنا لكامو 90% عجز الحساب الجاري الحمد لله مخفض احتياطات العملات الأجنبية كان عندي وصلت الـ 14 فاكرين في الآيام السوداء كنا 14 مليار في البنك المركزي ما يكفوناش دوا ولا أمح النهاردة الحمد لله داخل الربط على 50 مليار دولار احتياطي فلوس بالدولار موجودة عندي في البنك المركزي معدل البطالة كان 8.9 وصل لـ 8% اعتقد انه يعني بإذن الله بإذن الله يا رب ومش بالتمنيات بس ولا الدعاء لانه بالشغل والشاء اعتقد انه المعدل البطالة بينخفض مع زيادة معدل النمو كل ما النمو يزيد معدل البطالة بيقل خلينا شوف بس الكلام اللي مكتوب من المجلس الزراء انخفرت نسبة الدين الى النتج المحل الجمالي من 103 في 2017 لـ 89% والله كويسي نحافظ برضو انخفض العجز المالي في مصر من 12 وصلنا النهاردة لـ 7% معدل النمو خمسة وثمانية من عشرة ستة في المية زي ما قلت الحمد لله اهو تقلص عجز الحساب الجاري من 2.3 من عشرة الى 2.3 من عشرة في 2019 احتياط العنوات الأجنبية خلط زي ما قلت هو أربعة واربعين ان شاء الله بإذن الله سنة دي نكمل خمسين المعدل البطالة اهو 8.1 من عشرة في المية وده أقل معدل البطالة من 20 سنة ده أفاق الاقتصاد المصري يقولك رغم التوترات إلا إنه هذا الاقتصاد يستطيع إنه هو إنه هو يعيش وسط هذه التوترات ترجمة نانسي قنقر